ترحب مملكة البحرين بالنتائج الإيجابية المهمة لزيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القادل على القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ولقاء فخامة رئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تصب في صالح تعزيز العلاقات المتنامية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية تلك العلاقات التي تمتلك أسسا ومقومات راسقة من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة والمضي بهذه العلاقات نحو أفاق أكثر رحبة على المستويات كافة وتؤكد مملكة البحرين أن نتائج هذه الزيارة تعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الصعيد الدولي وتدسل دورها الفاعل تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية ومساعيها دؤوبة لتعزيز السلم والاستقرار وتوسيع علاقتها الاستراتيجية مع الدول الكبرى لما فيه خير وصالح الدول وشعوب المنطقة هذا وتشيد مملكة البحرين وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية وحرصها على التواصل مع دول مجلسة التعاون وتوسيع أطل التعاون المشترك باعتبارها حليفا استراتيجيا وأساسيا في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره ترجمة نانسي قنقر